موسيقى نشرته والأخبار من التلفز الوطنية التونسية نستهلها بالعنوين تسارع نسق الاستعدادات الطبية لتطويق انتشار فيروس كورونا وإقبال مكثف على التحليل السريعة في الصيدليات للتوقي موسيقى بأكثر من 50% التعاون الفني مع الدول العربية والغربية يطور استقطابه الكفاءات ويحقق نتائج إيجابية نهاية السنة المنقضية موسيقى تزايد وديون تونسية الخارجية منها بالأخص وممثل صندوق النقد الدولي يقول ان تونس في حاجة الى برنامج اصلاحي متين ومنفق منتصف الليل من تونس سهلا بكم استعدادا لمجابهة انتشار كورونا على مستوى تفعيل المستشفيات الميدانية وجهيزيتها أشرف وزير الصحة بمقر الوزارة على اجتماع لمتابعة الوضع الوبائي حضرت وطارة الوزارة والصحة العسكرية هذا وأحصت الوزارة وسب تسعة الاف وخمسمائة وتسعة وستين تحليلا يجبيا من مجموع تسعة وثلاثين الفا وثلاثمائة واربعة وتسعين تحليلا مخبريا أنجزت الجمعة لتبلغ نسبة التحليل يجبيا اليومية 24.29% فيما تتكفل المؤسسة الصحية في القطعين العام والخاص بخمسمائة وتسعة عشر مصابا وبسبب تزايد الأرقام وتوترها عدا خوف المواطنين من جديد بحسب ما لحظه الصيدلانيون ويعود ذلك إلى الكم الهائل من عدد المرتابين من إمكانية عدوهم بفيروس كورونا وهارعيهم للتحليل السريعة وشراء وسائل الوقاية التطور الخطير للوضع الوبائي وزحف المتحور أوميكرون دفع بالعديد إلى التكثيف والتسريع والإقبال على إجراء التحاليل السريعة لتجنب كارثة صحية كما أن الخوف من العدوات دفع عديد المواطنين إلى العودة والانتزام بالإجراءات الوقائية منها الإقبال على اقتناء الكمامات والمواد المطهرة والأدوية المقوية للمناعة وعودة القائمين على الصيدلات الخاصة إلى الالتزام بشروط حفظ الصحة ووضع حواجز التباعد مع التعقيم المتواصل للأيدي والنقود نحن قاعدين نعقم كل عادة بافيت كل عادة نخصدين كل عادة وأكثر من العادة أما أنا جسوي كونسيانت فمت كيفيش سيختو عادة بنا يزرير لنك لازم لينيشي للبابيت نحن رجع للماسكة الوضع طبعا مو شبايا والفيروس رجع ما نعرفوش ومشي جينا من هنال القدار تبيعا بتبيعا الإنسان يزمو يتخوف بتبيعا عندنا شوكم المرضى الأولانية خطت الثمى في الفاميلية شكو نتوفق ندعو ندعو كل الناس ندعو كل الناس باش تلتزم بالإجراءات الصحية والبروتوكول الصحي وان شاء الله نخلطو هذا وأجمع أصحاب الصيدليات على عودة المواطنين على الإقبال المكثف على التحاليل السريعة في حين اختلفوا حول مدى الالتزام بالوسائل الوقائية فما إقبال على شراء الجيل ديزينفكتون على الماسك فما شوية واعي وفما حتى لي مثلا جست ما عندو حتى عوار لما إلا كونتاكتي عبد عندو كوفيد يجي ثب هو بوزيتيف ولا نيغتيف حتى كن ما عندوش عوار كل يوم معناتها نعملوا ما شاء الله تحاليلية سريعة كل يوم فما برشة حاجات كي مجال نقصت برشة تحس الناس استسهلت العملية وفما عاد شماك الخوف الكبير بالمرض زحف يبدو أنه خطير للمتحور أوميكرون يقابله دعوات وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بقواعد حفظ الصحة بالتوازي مع تكثيف الإقبال على التلقيح المضاد للوباء الخفي الخطير سريع الانتشار في شان آخر الآن ارتفع عدد الكفاة التونسية العاملة في الخارج عن طريق الوكالة الوطنية للتعاون الفني لأكثر من النصف في 21-2000 مقارنة بمن غادروا البلاد عبرها في 20-2000 وتتصدر ألمانيا الاتحادية وبعدها الدول العربية المناطق المستقطبة لحاملية شهادات والخبرات التونسية محملين بسيارهم الذاتية وبقية الوثائق الخاصة بملفات انتدابهم توجهوا إلى مقر الوكالة التونسية للتعاون الفني الهيكل الحكومي الذي يتولى التعريف بالكفاءات التونسية بالخارج سجل خلال سنة 2021 تطورا في نتائج التعاون الفني بنسبة 59% حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى الوكالة 2486 منتدبا مقابل 1562 منتدبا سنة 2020 رجعنا لأننا سق الشفاء عادي لأن عادة معناها الانتدابات تكون ما بين 2500 و 3500 يعني احنا خربنا معناها للمستوى العادي متع السنوات الفارطة الاختصاصات اللي مطلوبة مرتبطة بالكوفيد أساسا في قطاع الصحة وخاصة الإطارات الشبهة الطبية يعني حوالي 30% معناها اللي تم انتدابهم هم معناها من هذا في هذا المجال هذا إضافة لأتباء الاختصاص وكذلك التب العام ثم بعد يجي منهل سيد التعليم الثانوي هذا ما خاصة في البلدان الخريج وقد تحصلت البلدان العربية على النصيب الأكبر من الانتدابات بنسبة 40% وتأتي البلدان الأوروبية في المرتبة الثانية ثم البلدان الأمريكية والآسيوية فيما تتصدر ألمانيا المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات أهم البلدان المستقبة هي ألمانيا معناها على قرابة 400 منتدب فما فيهم 370 معناها إطار شبهة الطبي لغلبية انتحهم في مجال الشبهة الطبي فما كذلك في مجال الإعلامية عندنا فرنسا كيف كيف معناها الطالبات المتاحة اللي هتجي في مرتبة الثانية كذلك في الإطار الشبهة الطبي وبعض المجالات الأخرى وكندا كندا اللي معناها أكثر من ثلاثة سنوات لنسق الانتدابات المتاحة في تساعد وقد ظهرت في السنوات الأخيرة اختصاصات جديدة يكثر عليها الطلب من السوق العالمية في وقت تعرف فيه شحن في عدد أصحابها الفنيين الساميين خاصة كندا اللي قاعدة تطلب فيهم بأعداد كبيرة خاصة في مجال اللحام والصيانة الآلات الصناعية أدعو الشباب خاصة لتكويل المهن يروا أصبح له أفق سواء منها في تونس أو في الخارج والحاجة الثانية هو اللغة اللي هو سواء الفرنسية ولا الإنجليزية أنهم يعملوا على أنهم يطوروا منها اللغات هذه لأن أغلب الاختبارات التمأمة بالفرنسية وباللغة في بعض الأحيان منها مثل التعايق لبعض الأشخاص انتدابات تشرف عليها وتتابعها الوكالة التونسية للتعاون الفني التي تسجل سنويا قرابة الخمسة آلاف مطلب تسجيل في مختلف الاختصاصات في وقت بلغ فيه إجمالي منتدبين في الخارج أكثر من عشرين ألف منتدب عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني فيما تواجه الدولة صعوبة خروجها إلى السوق المالي العالمي للحصول على تمويلات تغطي عجزة ميزانيتها تشير تقديرات قانون المالية لهذا العام إلى مزيد تفاقم ديونها خصوصا منها الخارجية ليمثل الاقتراض حلا موجها لخلاص أقصات من الديون حان موعد سداتها مع موفى سنة أحد وعشرين وألفين وإلى حدود اليوم تجاوزت قيمة الديون الخارجية لتونس مئة ألف مليون دينار ما أدى وفق مختصين في مجال المال والأعمال إلى تفاقم الدين العمومي للبلاد بحوالي ثمان وخمسين بالمئة تيلة العشر سنوات الماضية كنا نسبة تدين بتاعتون 42% في 2011 وصلنا طوى ما فوق 100% في آخر 2021 نسبة تدين كبيرة برشا منها أقراب 62% تدين خارجي و38% تدين داخلي ومن المنتظر أيضا أن يزيد معدل الدين الخارجي للبلاد تفاقمنا خلال سنة 22.2000 ليبلغ حوالي مئة وعشرين ألف مليون دينار والاقتلاظ المبرمج سيكون موجه فقط لتمويل عجز ميزانية الدولة وسداد خدمة الدين لازمنا نقترد تقريبا عشرين ألف مليون دينار منهم 12 ألف أو 13 ألف مليون دينار من السوق الخارجية باعتبار بالعمل الصعينا باعتبار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و7 ألف مليون دينار من المنتظر أن يقع التدين متاحا على السوق الداخلي نترقبه ونخلصه معناها 2.2 مليون دينار في 2022 ميزانية الدولة هي 57 مليون دينار في 2022 فالميزانية الدولة هذه رصدنا زادة الميزانية حسب برميل نفط بـ 75 دولار وقت اللي هو الواقع اليوم 4.85 دولار لذا هذا يزيد عمق العجز تغطية عجزي ميزانية الدولة لسنة الحالية يبقى رهين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المعلومات اللي عنها أنه فما وثيقة وقع أعدادها من طرف الحكومة ولو أنه وثيقة هي ما وقعش توزيحها بصفة علنية تحصن على نسخة منها الوثيقة هذه فيها جملة من المقترحات وبرنامج إصلاحي يمتد إلى سنة 2026 فيها 4 محاور و3 عمادات يبدو أنه هذه الوثيقة بالشيقة اعتمادة كوثيقة مبدئية ومرجعية للوصول إلى اتفاق نيائي ووسط تخوفات من عدم الولوج إلى الاقتراض من الخارج توقع الخبراء في الاقتصاد أن صندوق النقد الدولي سيقبل بتجديد الاتفاق مع تونس قبل أن أزير يصح مع صندوق النقد الدولي على التزام التونس وطلبين الحكومة كاملة ومأجلس النواب رئيس الجمهورية الوتيكا والوجيتيتي هذو ما الكل صحوا باش يوفقوا لك على خاطر هما ولا عامل ثيقة قرابة شبه من عدم بالنسبة لقدرتنا باش نتمسكوا بالالتزامات اللي إخذيناها في حكومات سابقة ممكن باش نمشيو أكثر نحو ناجاعة أكثر متى حكومة وإمكانية هل أنه فما تغيير في موقف صندوق النقد الدولي في ما يخص النقطة هذه يعني نقطة نجيب اتفاق يكون يحظى باتفاق واسع على المستوى الوطني في تفكيري أنه وقع نوعا ما من التغيير في الموقف في موقف صندوق النقد الدولي من النقطة هذه يعني بشيكون نفهم تشارك ومفاوضات واستشارات أمام ما هوش بشيطة بأن يكون اتفاق كيما كان في المعانتها يكون اتفاق لازم رسمي فيها يعني موافقة واضحة وثيقة موافقة واضحة من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني وبناء على الاتفاق الذي تعتزم الدولة التواصل إليه مع صندوق النقد الدولي فإن دفعة التمويل الأولى يقع صرفها في شهر أفريل المقبلة ويقدر صندوق النقد الدولي على لسان ممثلي في تونس جيرانفاشي خلال حوار نجرته مع وكالة فرانس بريس ضرورة عرض تونس لبرنامج إصلاحات على تونسيين وتفسيره لهم إنهي أرادت الحصول على تمويلات مطمئنا في حواره أن وضع تونس الملي ليس كارثيا كما يتداول بناء على طلب حكومة نجلة وبدان لبرنامج مساعدة جديد من صندوق النقد الدولي تجري المباحثات لا تزالوا بعبارات ممثل الصندوق في تونس جيرانفاشي لا تزالوا في مرحلة تمهيدية إذ أن الصندوق يريد أولا معرفة نواي السلطات على سعيد الإصلاحات الاقتصادية لأنه ثم تحاجة إلى إصلاحات منيوية عميقة جدا وهذا ففشي في مقابلة مع وكالة فرانس بريس مع انتهاء سنوات ولايته الثلاثة أن هناك حاجة إلى برنامج متين وموثوق على المدى المتوسط وأن يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات غير أن هذا لا ينفي في تقديري تشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به على أرضية ما تبينه من جهد فني مبذول من الحكومة ومن إدراك الانتحادية الرئيسية والقضايا الملحعة ومنها قتلة أجور الموظفين التي تمثل أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية وكذلك أصلاح المؤسسات العمومية والدعم ونقل ممثل صندوق ناقد الدولي في تونس جيرانفاشي بضرورة ترفق إسلاح نظام الدعم على المحروقات والسياحة الأساسية مع عالية تعويض لفائدة الفئة الضعيفة وفدانه لا يمكن القول كما يتداول البعض أن تونس باتت على حافة الإفلاس المالي مواضحا أن هناك إدارة الميزانية تحصل وتتكيف مع الوضع وإن بطريقة غير مثالية ويضاف إلى ذلك فتونس ليس لديها استحقاقات تسديد ديون كبيرة على المدى القصير وشار ممثل صندوق ناقد الدولي أن تونس عرفت بسبب جائحة كورونا أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها لكن المشاكل كانت سابقة سيما فيما تصل بالعجل في الميزانية والدين العام وفي مسجدات الملف الليبي بحث ألمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشاني ليبيا ستيفاني ويليامز خلال لقائهم بالقاهرة أمس لحد مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وشدد أبو الغيط على همية استمرار التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين من أجل إتمام متطالبات المرحلة السياسية الرهنة وصولا إلى مؤسسات منتخبة أعلنت وزيرة والعدل الفرنسية سابقة كريستيان توبيرا عن ترشحية بشكل رسمي الانتخابات الرئيسية الفرنسية المقررة خلال شهر يفريل القادم مؤكدة سعيها شبه المستحيل إلى جمع شمل معسكر اليسار المنقسم الذي بات بهذا الإعلان يضم ستة مترشحين رئيسيين لكن أي منهم لا يتجاوز نسبة العشر بالمئة في الاستطلاعات ولم تسجل توبيرا حتى الآن أي تقدم في استطلاعات الرأي حيث وظهر آخر استطلاع أجري مطلع شهر الحالي حصولها على 4.5% فقط من نواية التصويت نهاية النشرة ومشاهدين الكرام هذا تذكير بأبرز مجافية في هذه العنوين فسرع نسق للسعدادات الطبية لتطويق انتشار فيروس كورونا وأقبال مكثف على التحليل السريعة في الصيدليات للتوقي بأكثر من 50% تعاون الفني مع الدول العربية والغربية يطور استقطابه الكفاءات ويحقق نتائج إيجابية نهاية السنة المنقفية تسايد الديون التونسية الخارجية منها بالأخص وممثل صندوق النقل الدولي يقول لنا تونس في حاجة إلى برنامج إصلاحي متين وموسيق أشكر انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة